السلام عليكم أحد أصدقائي كان يهتم بنظرة الآخرين له بشكل كبير وكان دائما البحث عن موافقات منهم وكان يخاف أنه يظهر بشخصيته الحقيقية بفكرة المختلف المتفرد عنهم لأنه يخاف أنهم ما رح يقبلونه كما هو وهالشي لها عدة جذور منها تعرضة للحب المشروط عندما كان طفل وخوفا من أنه هم ما رح يتقبلون فكرة المختلف عنهم وبالتالي اتكونت عنده آليات نفس آليات القرب وآليات الموافقات التلقائية ومع الوقت فقد ذاته ودخل في اكتئاب كبير لأنه صار عنده انسياق كامل مع الآخر فلما عرفت مشكلته اقترحت عليه أن نقرأ كتاب اللامكترة للكاتب كيرلس بحجت هو من أكثر الكتب اللي يعطيك معلومات كيف أنك أنت ما تهتم بأراء الأشخاص الآخرين وتصل لمرحلة اللا اكتراث لما كنت أقرأ الكتاب مع صديقي ونتناقش بأقسامه المختلفة كنت أتشوف شكثر كان يتأثر من المعلومات اللي فيه وكان دائما يعطيني أمثلة على الأمور اللي هو كان يتشوفها واللي يعاني منها بكل قسم من أقسام الكتاب يعني كان من أكثر الكتب اللي أنا تشوفت جدامي كيف أنها فادت أحد أصدقائي بشكل كبير فيلا نقرأ الكتاب ونشوف أهم أقسامه في البداية ليش الكاتب اختار مسمى الكتاب باللا مكترث الكاتب يقول أنه قبله تم طرح المفهوم هذا من عدة فلاسفة فعلى شبيل المثال كولين ويلسن طرح مفهوم اللامنتمي وألبر كامو طرح مفهوم المتمرد أما كارل يونغ فطرح بمفهوم الانطوائي ودشتو فسكي طرح بمفهوم الإنسان الصرصار فالكاتب يقول أنه اختار اسم الكتاب باللا مكترث لأن القضية هي أساسا قضية اكتراث وبأن الإنسان لازم يوصل لمرحلة أنه ما يلتفت لتفاهات الحياة وحماقات الحياة وأنه ما يكون نسخة مكررة من الأشخاص الآخرين اللي بيش يتجسسون على بعض ويتابعون أخبار بعض ويعني ما عندهم أي هدف في الحياة غير أنهم منشغلين بحياة الآخرين فعلشان شذي الكاتب اختار اسم الكتاب باللا مكترث فكيف عرف الكاتب شخصية اللا مكترث في كتابه؟ عرف الكاتب اللا مكترث بأنه شخص منعزل فكما قال محمد عفيفي في علاقتي مع الآخرين أحب على الدوام أن يظلوا آخرين اللا مكترث هو يتألم لأن كل ما زاد الوعي زاد الألم وعرفنا معنى الحياة أكثر هو متفرد فليس نسخة مكررة من الآخرين هو صادق فلا يجامل على حساب نفسه هو لا يخش الشك فكما قال بيرتراند رسل بأنك قد تقضي عمرك وأنت تعتقد بأنك تدافع عن أفكارك ثم تكتشف أنك بالحقيقة تدافع عن أفكارهم التي جرعوها في عقلك فكيف يتم صناعة اللا مكترث وكيف نصل لمرحلة اللا اكتراث؟ يقول الكاتب بأننا جميعا نولد لا مكترثين بالحياة ولكن مجتمعاتنا تطمس حقيقتنا ولكي نعود لذاتنا الحقيقية الكاتب يقول بأنه يجب أن يكون قرار ذاتي حقيقي وصادق كبداية وهناك كذلك محفزات خارجية تساعد في صناعة اللا مكترث بداخلك أول المحفزات الخارجية التي ذكرها الكاتب في كتابه لصناعة اللا مكترث هي الجنون ووصفها بالجنون العقلاني التي تحميك من فساد المجتمع ومن ظلام شروره وقال بأنك عليك أن تبتعد ولكنك موجود تغيب ولكنك حاضر ثاني محفز تكلم عنه الكاتب في كتابه هو الحرمان ووصفها الكاتب الحرمان بأنه من أهم عوامل صناعة اللا مكترث وذكر فيها قصة دستفسكي وكيف أنه بعد ما نجى من تنفيذ حكم الإعدام في آخر لحظة قرر أن يكون من أعظم مؤلفين الروايات في الأدب الروسي على الإطلاق ففي لحظة تجريدك من كل شيء ستعي شعور امتلاكك لكل شيء ثالث محفز تكلم عنه الكاتب في كتابه هو الملل ووصف الكاتب الملل على أنه قاتل للإنسان وبأن الملل والعجز يعتبر شيء مدمر للإنسان ولكن قد يستخدم اللا مكترث الملل كدافع لكي تنتعش طاقته من جديد وكي يخلق من نفسه إنسان جديد يستخدم الملل لكي يخرج منه طاقة إبداعية ومدهشة بعدها الكاتب اتكلم عن اللا مكترث نفسيا عاطفيا فكريا ودينيا في اللا مكترث نفسيا الكاتب قال بأن اللا مكترث يعي بأن الألم أمر حتمي وأمر ضروري جدا في رحلته بالبحث عن ذاته وإذا الإنسان قرر أن يتجنب الألم ويهرب منه فمعناته رح يظل سجين ولن يصل لمرحلة اللا اكتراث يقول الكاتب بأن اللا مكترث يعي أهمية الألم من أجل أن يهذب من نفسه يهذب من روحه ويزيد من نضجه في الحياة بشكل عام أما في قسم اللا مكترث عاطفيا فالكاتب يقول أن اللا مكترث عنده نظرة للحب تختلف بشكل كبير عن نظرة المجتمع النمطية عن الحب فالمجتمع قد يرى الحب بأنه احتياج وحاجة لازم الإنسان ياخذها من الأشخاص الآخرين أما اللا مكترث فهو يعطي حبه للآخرين دون أن يكون هناك اكتراث منه أنهم يقدمون للحب ذاته كذلك اللا مكترث هو إنسان مستقر عاطفيا وعنده استقرار عاطفي عالي وعنده تقبل عالي لذاته لأنه لا يسعى أن يبحث عن الحب والتقبل من الآخرين أما في قسم اللا مكترث فكريا أكثر ما شدني في هالقسم هو مراحل تطور الفكر وقسمها الكاتب إلى ثمان مراحل يلا نشوفها مع بعض المرحلة الأولى من مراحل تطور الفكري الكاتب وصفها بمرحلة الظلام لأن في المرحلة هذه الإنسان يكون نسخة مكررة من الآخرين وما يكون إنسان متفرد بأفكاره عنهم المرحلة الثانية هي مرحلة الصراع وفي المرحلة هذه يكون فيها الإنسان يبحث فيها عن المعنى من الحياة ولكن في نفس الوقت عنده خوف كبير من المجهول المرحلة الثالثة الكاتب وصفها بمرحلة النور وهي المرحلة اللي اعتبرها بداية الوعي اللي يكون فيها الإنسان يقدر يشوف كيف أن الأشخاص الآخرين هم أشخاص مزيفين المرحلة الرابعة هي مرحلة الغرور المرحلة اللي يعتقد فيها الإنسان أنه وصل للوعي الكامل وأنه فهم الحياة بشكل كامل فالمرحلة هذه سماها الكاتب بمرحلة الغرور المرحلة الخامسة هي مرحلة انهيار الوهم هي المرحلة اللي يدرك فيها الإنسان أنه توه في بداية الطريق وأنه أمام الكثير لكي يتعلمه ولكي يزيد من وعيه في الحياة المرحلة السابسة الكاتب سماها مرحلة البداية من القاع هي مرحلة تفتيت الجمود بفأس المعرفة والاطلاع المرحلة السابعة هي مرحلة الشفقة مرحلة النبوج والسلام المرحلة اللي نصل فيها بالشفقة على الأشخاص الآخرين ومسامحتهم أعجبتني مقولة ذكرها الكاتب لجورج برنارد شو قال فيها سامح فهو يعتقد بأن عادات قبيلته هي قوانين الطبيعة في المرحلة هذه كذلك نشفق فيها على ذواتنا نتقبل ذواتنا كما هي نتقبل نواقصنا ونضبط فيها انفعالاتنا والمرحلة الثامنة والأخيرة هي مرحلة اللانهاية المرحلة اللي نكتشف فيها أن الحياة عبارة عن منحنيات عن صعود وهبوط وأنه ما في نهاية وحدة لأي أمر وأنه ممكن تكون هناك نهايات مختلفة ومعقدة وبالتالي يصير عد نوعي بأن المعاناة لا تنتهي في القسم الأخير من الكتاب قسم اللامكترث دينيا الكاتب افتتح القسم هذا بمقولة من ابن رشد تقول بأن اللحية لا تصنع الفيلسوف في القسم هذا الكاتب يقول بأن أغلب الناس دائما يلقون بموضوع فشلهم وعجزهم بالحياة على الظروف والحظ والنصيب وأنهم ما يقدرون يشوفون النواقص الموجودة عندهم أتمنى أنكم استفدتم من فيديو اليوم وأتمنى أنكم تقرون كتاب اللامكترث وتعطوني رأيكم فيه في التعليقات تحت هالفيديو وتخبروني هل أنت تشوفون لا اكتراث على أنها أمر عظيم أم أنها تعتبر لعنة مؤلمة لا نهائية أتمنى لكم الحب والسلام إليازي الحسني